التحدي والمنافسة والمهارة الفائقة الممزوقة بالعزيمة وروح البسالة فصول عدة شهدتها بطولة قوات السلطان المسلحة للرماية منذ انطلاقها وصولا إلى ختامها اليوم بميادين الرماية بغلاء تحت رعاية معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني لقد تم تنظيم بطولة الرماية بالأسلحة الخفيفة من قبل رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة وتحت إشراف مديرية الرياضة العسكرية وقد انطلقت هذه البطولة منذ الخامس عشر من فبراير ولغاية هذا اليوم المبارك وقد تضمنت هذه البطولة العديد من المسابقات الرماية بالبندقية والرشاش والمسدس الأول على المستوى العام خاطفا بذلك درع البطولة ونال فريق الجيش السلطاني العماني المركز الثاني في المستوى العام في البطولة فيما جاء فريق شرطة عمان السلطانية في المركز الثالث وقد ظفر بميدالية السلطان قابوس لأفضل رام في المسدس العريف ماز بن سليمان السليماني من الحرس السلطاني العماني وحقق ميدالية السلطان قابوس لأفضل رام في البندقية الرقيب محمد بن علي البلوشي من شرطة عمان السلطانية كما تم توزيع الكؤوس والميداليات للفرق والرمات الحاصلين على المراكز الأولى في مختلف مسابقات البطولة توجه الحرس السلطاني العماني بدرع بطولة قوات السلطان المسلحة الرابعة والثلاثون للرماية وطبعا هذا الانجاز لم يتحقق إلا من خلال خطة تدريبية واستعداد ودعم مقدم من قبل قيادة الحرس السلطاني العماني وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتوجه بجزيل الشكر للجنة المنظمة والقائمة على هذه البطولة ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله في البطولات القادمة حقق الجيش السلطان العماني على المركز الثاني على المستوى العام في بطولة قوات السلطان المسلحة الرماية وهذا لم يأتي إلا من خلال الجهود التي بذلت من قبل الرماية والطاقم التدريبي والطاقم الإدارة فكل الشكر لهم على ما أنقزوه في هذا اليوم بطولة قوات السلطان المسلحة للرماية جسدت بجلاء براعة الرماية من الفرق المشاركة من أسلحة قوات السلطان المسلحة والجهزة العسكرية والأمنية وبرهنت على مهاراتهم العالية في التسديد والتصويب راسمين برصاص بنادقهم صوراً ملحمية في ميادين الشرف والتحدي ومؤكدين بعزائمهم بأنهم الحصن الحصين والدرع المكين لهذا الوطن المعطاء حصلت على المركز الأول في الأهداف بالمسدس على العنصر النسائي وهذا يعود بالفضل على شرطة عمان السلطانية والتدريب المستمر وأنا فخورة بهذا الإنقاذ مسابقة قوات السلطان المسلحة للرماية وفي نسختها الرابعة والثلاثين قصة جديدة من قصص الأمجاد والبطولات سيسردها الرماية البارعون وهم يواصلون عطاءاتهم وتألقهم في المحافل الإقليمية والدولية من ميدان الرماية بمحافظة مسقط النقيب سعيد بن ناصر الشبيبي